وتنطلق القمة بعد أن أكدت اللجنة الرباعية العربية رفض الجماعات الإرهابية والتخريبية في الوطن العربي وتأثير ذلك على استقرار الدول المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تكمن أهمية القمة العربية هذه المرة في تركيزها على قضايا الأمن والدفاع ومناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط إذ تركز هذه القمة والتي تحمل عنوان قمة الأمل على النزاعات في اليمن وسوريا والعراق والليبيا بالإضافة إلى آخر التطورات في القضية الفلسطينية وتشكيل قوة عربية مشتركة هذه القمة إذا جازي التعبير أسميها قمة استثنائية الظروف للظروف التي تعاني منها أو يعاني منها الوطن العربي أجمع كانت القامة العربية في مماضة في كل قمة تناقش موضوع معين وتناقش الموضوع العربي وتضع القضية الفلسطينية كانت على سلم أولويات الأسف الشديد هذه السنوات القليلة الماضية كانت تراجع في موضوع الفلسطيني لمواضيع أكثر أهمية وتشغل بال القادة العرب قامة الغم العربية أمر جدا بالنسبة للظروف التي تمر فيها العربية والإسلامية بالنسبة للمخاطر الكبيرة التي الآن تهدد وجود بعض الدول العربية لذلك التكاتف العربي في هذا الوقت جدا مهم بل يكون مصيري طبعا من الضروري في هذه الأوقات الحساسة السياسية على مستوى العالم أن يكون فيه المزيد من القمم العربية التي توحد الصفوف وتقرب وجهات الرظر وخاصة طبعا من الملاحظة بأن التوترات في الآونة الأخيرة في تسارع لدرجة لا يمكن معها التنبؤ بما سيحدث في المستقبل أهميتها أنه بتعقد في ظل أوضاع عربية في منتهى الخطورة متفكرة على كل المستويات يعني كما تعلمي في السنوات الماضية كل الدول العربية بلا استثناء بتواجه خطر أنا أقول باستمرار خطر وجودي بمعنى الكلمة بمعنى أن وجود الدولة نفسه مهدد مهدد سواء من قوى إرهابية أو طائفية تخريبية في الداخل مدعومة بدورها ومهدد بسبب أن هناك مخططات إقليمية ودولية تريد تدمير الدولة العربية وهذا يعني باختصار شديد هو الوضع الذي نواجهه اليوم من جانبها أدانت اللجنة الرباعية العربية المكونة من السعودية والبحرين ومصر والإمارات تدخل إيران في شؤون الدول العربية ودعمها للجماعات الإرهابية والتخريبية في الوطن العربي وهذا ما سيتم مناقشته خلال القمة الحالية القمة العربية سوف تناقش هذا الموضوع ليست تدخلات إيران فقط في البحرين وإنما في كثير من الدول العربية للأسف الشديد إيران طوال هذه السنوات لم تحترم القانون الدولي ولم تحترم العلاقات التي بين هذه الدول التدخلات الإيرانية أحد هذه المخاطر إذا ما كان هو الخطر الأكبر بالنسبة للدول العربية بشكل عام إيران تعمل على إلقاء وجود بعض الدول العربية إلقاء تغيير الأمور كثيرة في الدول العربية من أي دول عربية ذا هي تعتقد أن الخطر الإيراني ما بيطولها لا بيطولها لو بعد حين طبعا القمة العربية اليوم ستتناول العديد من المواضيع الهامة ومن ضمنها طبعا التدخلات الإيرانية في المنطقة من الملاحظة في الآوين الأخيرة زادت نسبة هذه التدخلات في المنطقة مما عكس نوعية الأجندات والرؤى لدى طبعا هذه الأجندات الإيرانية نحن نتحدث عن تدخلات إيرانية سافرة في شؤون داخلية مخططات إيرانية تسعى للتخريب والتدمير مخطط إيرانية يحلم أن تستطيع إيران الهيمنة على مقدرة المنطقة وتأتي القمم العربية كنموذج فعلي على تحقيق الوحدة بين الدول والتأكيد على تقارب وجهات النظر وخلق قوات دفاعية وسياسية واقتصادية مشتركة أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر